امتحان علوم الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة البحار 20-23 السؤال الأول أكتب المستحل علمي المناسب الدال على العبارات الأتين واحد تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وماء صح تفاعل التعادل اثنين تدفق شحنات كهربية سالبة خلال الموصلات المعدنية في الدائرة المغلقة صح الطيار الكهرباء ثلاثة ظهور الصفة وراثية السائدة في أفراد الجيل أو الناتج عن تزاوج فردين يحمل كلاهما صفة وراثية نقية مضادة للصفة التي يحملها الفرد الآخر مبدأ السيادة التام أربعة أعضاء في جسم الإنساء تفرز الهرمونات في مجرى الدم مباشرة الغدد السماء أو الغدد اللا كونوي باء ثوب ما تحته خط واحد يتعقر ماء الجيل الرائق عند إمرار غاز الأكسجين في غاز ثاني أكسيد الكربون يستخدم الأميتر للتحكم في شد الطيار الكهرابي المار في الدائرة الكهربية المقاومة المتغيرة أو الريستات المونزالك ثلاثة نزع مندل البتلات من أزهار نبات البازلاء حتى لا يحدو استلقاح ذاتي نزع الأزدية وليس البتلات أربعة يعتمد انتقال الشحنات من موصل لآخر على كمية الشحنة الكهربية بين الموصلين على فرق الجهد الكهربينه جيم قارن بين كل من واحد توصيل الأعمدة الكهربية المتمثلة على التوالي وتوصيل الأعمدة الكهربية المتمثلة على التوازي من حيث القوة الدفعة الكهربية النتجة القوة الدفعة الكهربية الأعمدة المتمثلة المتصلة على التوالي أكبر ما يمكن لأن القوة الدفعة الكهربية البطارية يساوي كاف الأعمدة الواحد في عدد الأعمدة أي مجمعهم بينما القوة الدفع الكهربية العميدة المتمثلة المتصلة على التوازي أقل ما يمكن لأن القوة الدفع الكهربية البطارية تسوقها في العمود الواحد 2- المركبات الآيونية ومركبات تساهمية من حيث سرعة التفاعل الكيميائي المركبات الآيونية سريعة لأنها تتم بين الآيونات المركبات التساهمية تفاعلتها بتكون بطيئة لأنها تتم بين الجزيئات السؤال الثاني ألف أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات الألمونيوم 2L plus حمض الهيدروكلوريكي مخفف 6HCL طبعا ده حلال بسيط بينتج 2LCL3 plus 3H2 إلى ساعة 2- يفرز نقاط هرمون الاستروجين المسؤول عن نقاط صح يفرز المبيض هرمون الاستروجين المسؤول عن الصفات الجنسية الثانوية في الإنائس 3- في نبات البازلاء يسود اللون الأصفر لنقاط صح البزور على اللون الأخضر لها بينما يسود اللون الأخضر لنقاط على اللون الأصفر لها صح اللون الأخضر للقرون 4- تنحل معظم نقطة الفلزات عين تسخينها بالحرارة إلى نقط وتساعد غاز سالس أكسيد كابريت صح تنحل معظم كابريتات الفلزات عين تسخينها بالحرارة إلى أكسيد الفلز وتساعد غاز سالس أكسيد الكابريت باق اختر لكل عبارة من عبارات العمود بي ما يناسبها من عبارات العمود اي أقام واحد عند إضافة كمية من كربونات السوديوم إلى حمض الهيدروكلوريك صح رقم ديل تساعد غاز سالس أكسيد الكربونات اتنين اتحاد جين سائد لأحد الصفات مع جين متنح لنفس الصفة ينتج صح رقم جين فرض هجي ثلاثة عند وضع شرية ماغنيسيوم في محلول كابريتات نحاس زرقاء رقم ها اترسب النحاس الأحمر أربعة عند تحلل مادة أزيد السوديوم بالشرق كهربي صح رقم با تساعد غاز النيترو جين جيم من الشكل التالي احسب مقدار الشغل المفزول لنقل كمية الكهربية بين النقطتين ستين وصوت خلال نصف دقيقة طيب الزمن هنا كام؟ تلاتين ثانية شيء الطيار أربعة أمبير فرق الجهد ستة فولت طيب الآن هنجيب ايه؟ كمية الكهربية كيف تساوي ته في زين أربعة في تلاتين تساوي كام مية وعشرين كولوم الشغل المفزول يساوي فرق الجهد في كمية الكهربية جيم في كيف ستة في مية وعشرين تساوي سبعمية وعشرين جول السؤال الثالث ألف اختر الإجابة الصحيحة مما يلي واحد يمر طيار كهربي شدته واحد أمبير خلال مقومة كهربية مقدارها عشرين أوم فإذا زادت شيء الطيار في نفس المقومة إلى اتنين أمبير فإن كمية المقومة تزداد للضعف تقل النصف تقل الربع لا تتغير صح رقم ده لا تتغير اثنين الشكل الذي يعبر عن العلاقة بين تركيز المتفعالات وسرعة التفاعل الكيميائي ألف أمباء أمجيم أمدالم يعني كل ما تزود تركيز المتفعالات بيحصل إيه في سورة التفاعل طبعا تزداد يبع علاقة إيه علاقة ترضي يبرقم ألف لكن لو قال لي تركيز المتفعالات وزمن التفاعل الكيميائي يبع علاقة عكسية يبرقم ده ثلاثة فيئة دائرة الموضحة بالشكل إذا تحرك زالك ريوستات من ألف إلى جيم من ألف إلى جيم فإن كرات البولتمتر ألف تزداد ولا تساوي قيمة كاف لعمود با تقل وتساوي قيمة كاف لعمود جيم لا تتأثر دال تزداد وتساوي قيمة كاف لعمود لما تحرك من ألف إلى جيم طول السلك هنا بإيل وبالتالي مقومة إيل فيزداد شهد الطيار وفرق إيل جه صح رقم ده تزداد وتساوي قيمة كاف للعمود أربعة فيها التفاعل الكيميائي التالي تفاعل أكسيدين نحاس سي او بلاس اتش تو حرارة سي او زائد اتش تو او يعمل نقط كعامل مختز ألف أكسيدين نحاس با الهيدروجين جيم النحاس دال الماء اتش تو او طبعا رقم با الهيدروجين تفاعل عملية أكسدة يعني عامل ايه مختز با استغرق الكلمة الشازة ثم اربط بين باقي الكلمات واحد المبيضان الغدة الدرقية الغدة اللعبية الغدة النخمية صح الغدة اللعبية طبعا رب بينهم غدة سما أو غدة لا كونويل نين التسخين ثاني أكسيد المنجانيز التبريب إنزيم الأكسيديز صح التبريب طبعا رب بينهم عامل تزيد من سرعة تفاول الكيميائي ثلاثة الأمبير كولوم على ثانية قوم في جول على قولوم جول على قوم في قولوم الأمبير وكولوم على ثانية وجول على قوم في قولوم وحددك ياسمين شدة طيار الكهرب يبقى نعزف ايه قوم في جول على قولوم أربعة زياية نسبة الهيدروجي يعني ايه يعني اختزاية فاقد الأكترونات يعني أكسادة نقص نسبة الأكسجين يعني اختزاية اختسائر الأكترونات يعني اختزاية يبقى نعزف ايه فاقد الأكترونات ربب بينهم اختزاية جيم تزوج رجل شعره مجعد بيمرأة شعرها ناعم فانجاب أربعة أبناء وكانت نسبة الأبناء زاوي الشعر مجعد إلى الأبناء زاوي الشعر الناعم واحد إلى واحد فسر على أسس ورصية التركيب الجيني لكل من الأباء والأبناء النتيجة علما بأنه يرمز للجين السائد بالرمز اي كابتل ومتنحي بالرمز اي سمول طالما النسبة واحد إلى واحد يبقى أحد الأبوين هاجين والآخر ايه متنحي الأباء اي كابتل اسمول علما التزوج اسمول اسمول الأمشاج اي كابتل اسمول 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 تأجيل الناتج اي كابتل اسمول اي كابتل اسمول 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 خمسين في المية شعر مجعد خمسين في المية شعر ناعم يعني واحد إلى إيه إلى واحد السؤال الرابع ألف ضع علامة صح أمامها العبارة الصحيحة وعلمة خطأ. امام العبارة الخطأ في ميالي. واحد مول على الليتر هي واحدة القياس تركيز. المتفعلات والنواتج في التفاول الكيميائي عبارة صحيحة. نين تنحل بعض نطرات الفلزات بالحارة الى نيتريت الفلز وتصعد غاز الهيدروجين عبارة خطأ غاز الاوسجين. تلاتة يكل عدد اتصال مواد محتملة بين الجزئات المواد المتفاعلة برفع درجة الحارة. عبارة خطأ. يزداد عدد السلمات المحتملة بين مجزئات المواد المتفاعلة برفع درجة الحارة. اربعة. يحل النحاس محل الذهب في محلول ملحه بينما لا يحدث العكس. عبارة صحيحة. لان النحاس يزبك الزهب في متسلسلات النشاط الكيميائي. اولا اذكر اسم العالم في كل مما يقلي. واحد اكتشاف الخصائص الكمية للطيارات الكهربية. صح. اوم. جورج سيمون اوم. نين استنتاج ان العاملان الوراثيان لكل صفة ينفصلين. عين تكوين الامشاج. صح مندل. ثانيا اكمل الفراغات التالية. واحد من الشكل المقابل اسم التركيب اكس. صح الودة الكزارية. ووظفته. افراز هرمون الادرنالين الذي يحفز اعضاء الجسم المختلفة للاستجابة السريعة في حالة الطوارئ. اتنين. نقط يعطي انزيم مسؤول عن حدوث نقط. يبقى جي. حدوث تفاعل كيميائي. يدقى عنه بروتين يعمل على ازهار صفة براسية معينة. جيم في الشكل المقابل. اوجد كرات الفولتامتر التي تجعل كرات الامتر تساوي اثنين امبير. طيب. الاول هنحسب ايه? هنحسب فرق الجهد المار في الدارة الكهربية. جيم المقامة. جي الطيار كام اتنية. المقامة اربعة. اتنين فاربعة. تمانية فولت. طيب. انا عند تلات اعمدة هم بتوصلنا على ايه? على التوازي. هناخد منهم واحد بس. يبقى كام تلاتة فولت. يبقى قول تمانية ناقص تلاتة يساوي كام? خمسة فولت. يبقى كرات الفولتامتر تساوي خمسة فولت.